اعايز اقولك على حاجة بس يبجل انا هاخدك من اسبوع طلع احدى المسئولين اه في برنامج اه واتكلم عالمصريين اللي مع مستر برافل اول باسلوك مسئول اه كان مسئول حكام اه كان مسئول في لجن التحكيم وقال المصريين ومش المصريين ما بيعملوش حاجة لأ المصريين الموجودين كلهم بالكامل اسماء نضيفة المصريين اللي موجودين في اللجنة اسماء نضيفة حط تحتها خمسين خط عنهم مش مكسورة بيشتغلوا حتى لو عندهم اخطاء لكن ما عندهمش حسابات دي النقطة الاولى نقطة التانية يما سأله قال له اصل اه كابتن محمد فاروق خرج وقال اشاد بمصر برير اه اولا انا ما عارفش حاجة اسمها اخيانة يما بشتغل معاها احد بشتغل معاها بمنتهى الحب طوال الفترة اللي موجود فيها اه فيما اطلع اشكر واقول والراجل ليه ايجابيات هو ده مش عيب وقال لك اصل رأيه وبعدين يما قال له بس الكابتن محمد فاروق اسم كبير وتاريخ وبتاع قال له يا ماشي الناس عايزة تشتغل اه لأ انا بقول له لأ انت تعرف محمد فاروق حد نظيف مش ملوس اه لكابتن محمد فاروق فتاح عشان اسمها انا انا مبورش اسمها بغض نظر انا بس انا بقول اسم انا اسمها انا اسمها انا اسمها انا هو عارف الكلام ده كله اه وعارف اللي هو انا ما اشتغلت معاها كنت بطلع دفع عنه بتكلم عليه مخفتش من حاجة وكنت باشيت به لكن ما تقولش محمد فاروق مش مستني الشغل في التحكيم К amd furuko بيشتغل في التحكيم ويومما هيقول مش عايزة تشتغل انا مش اقول مش عايزة تشتغل ويوم ما هيقول لها هشتغل هشتغل بشروتي انا القصة انا مش باكري عليها وهو عارف اللي انا لعيني مكسورة ولا مدور على كلام من الكلام الفاضي اللي بيحصر ده كله فانا بس بقوله الكلام ده كله لكن اللجنة اللجنة نجحت انا بقولك اللجنة مصر بنجحت. عندهم اخطاء في اخطاء. وانا دايما بقول كده. وحتى ما قالوا التصنيف. قلت التصنيف فيه. اخطاء اضرت بمعض الحكام. انا عندي صراحة وما عنديش كدب وما عنديش الكلام شمال ويمين ولا الكلام ده كله. بطلع بقول الحقيقة. لأ الناس اشتغلت في ظل الظروف صعبة جدا. الدوري ملتهب. يعني دوري الغد الوقتي. انت مش عارف مين هيقضي الدوري. مين اللي هيخبط ومين الكلام ده كله. بطولة زي بطولة المحترفين. اول مرة بتعمل في مصر. محافظات على اعلى مستوى بتلعب كرة. باللعب حكام صغر السن. نجحت. قسم تاني. قسم تالت. فاهم. ليه المسؤولين السابقين في الحكام دايما بيهاجموا المسؤولين الحاليين. ولما الحاليين بيخرجوا بيهاجموا اللي بعديهم. ليه دايما الاسرة بتاعت التحكيم. للأسف الشديد. اه. انك دي موجودة. اه. ويوم تيجي بكرة لجنة مصرية. ايوة. هتبقى فيه تكتل ضدها. بنفس القصة. وهكذا. عشان كده الواحد اتمنى الناس يعني. الناس تصلح من جواها الاول. وبعد كده ايه. تطلع تتكلم. لكن هو ده الموجود. وده اللي احنا شفناه. وده اللي احنا طلعنا عليه وشفناه. شفنا حاجات قدام عينينا. عشان كده طول ما اللي بيحصل ده. بيوصلنا المراحل يا جماعة. احنا مش عايزين نوصل كده. في الاول وفي الاخر اي لجنة تشتغل. الناس كلها تقفوا تسندها. لان انت بتشغل التحكيم المصري. مش لاشخاص. لبلدك. كنت بتحب بلدك اشتغل. ودعم اللي بيشتغل. اه. لكن اه. الكلام الكتير والحاجات دي كلها ما بتقدمش ولا بتأخر.